نتكلم عن الجوائز الأدبية سريعا جدا وأهم الجوائز الأدبية لـ 2021 معندنا الجوائز الأدبية فيه جوائز الدولة التشجيعية والتقدرية ودي لها السياق معين الناس دايما بتشتبك فيها اشتباكات لها علاقة بطبيعة لجان التحكيم مسميات الجوائز استبعاد نوع أدبي على حسب تصعيد نوع أدبي آخر بطبيعة الجائزة الدولة فيها إشكاليات كتيرة معقدة شوية فيه الجوائز الخاصة نفس الشيء أنه بعد الجوائز استقرت وبقى فيه نقاش آخر مرتبط بيها لكن الحقيقة النقاش الأكبر على السوشيال ميديا وفي الصحافة مرتبط بالجوائز التي تصدر في الخليج لأنها جوائز مرتبطة بارتفاع القيمة المالية من حيث المنافسة كمان مع اتجاهات وكتاب من العالم العربي كله وده بيوسع النقاش من أنه يبقى نقاش حول طبيعة المحتوى نفسه أو قيمة العمل إلى النقاش بتتدخل فيه المسألة المتعلقة بالهويات القومية من مصري ومن سعودي ومن مغربي ومن تونسي فبيحصل ومن هنا بتكون مجال أكتر للاهتمام لكن طبعا عامل قيمة الأدبية بيعزز من المسألة دي الحقيقة كان دايما من حسن الحظ يعني نحن عندنا حضور قوي جدا في الجوائز دي بالأرقام يعني مصطفى كان بيتكلم على جهزة الشيخ زايد لعملنا إحصاء وتحليل لجهزة الشيخ زايد هنجد أنه دايما العدد الأكبر مش بس لأنه مصر عدد سكانها أكبر لأنه فيه ناس بتعتقد أنه التمثيل المصري في الجوائز الأدبية مرتبط بالزخم السكاني أو العدد السكاني بالحقيقة أنا بعتقد أنه ده لي علاقة أكتر باستقلار التقاليد الأدبية أو الفنية يعني إحنا لما بنتكلم عن كتابة مصرية عمرها بيتجاوز المئة وعشرين سنة فبالتأكيد النوع ده من الكتابة هو رسخ لتقاليد فبقى فيه نوع من التواصل بين الأجيال بشكل مستمر وده مسألة تاريخية وليها تجلياتها زي ما احنا بنقول في حين أنه بعض المساهمات الإبداعية من دول أقل استقرارا دايماً بتفاجئنا بأسماء لكن ما بتقدرش تعمل خط إنتاج زي ما احنا بنقول لكن احنا عندنا الرواية المصريية مثلا ونتكلم عن الأدب نقدر السنة دي باطمئنان كبير نتكلم على الأقل على عشر أو عشرين عمل لهم مستوى جيد